صباح السعيدة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نحرص عليها نظافة الحمام والحاجات دي بقت مكلفة جدا وغالية بصراحة في الظل الأساري اللي احنا فيها فانا جبتلكم حاجة روعة هتنفعنا هنعمل 24 قرص تنظيف للحمام هيكفهونا بالشهر بإذن الله كلنا عندنا بواقي صبون محدش كده بيبقى عنده بروة كده فايدة فشيلوا بقى كل الحاجات الصغيرة دي علشان هنحتاجها في وصفتنا اي بواقي صبونة عنده غسيل وش المتاح عندك ناشف طري كله شغال هاتي مبشرتك الحلوة وبشوري بقى كل الحاجات دي كلها مع بعض اي قطع عندك فايدة يلا مع بعض نعملها طب احنا ما عندناش اي صبونة متاحة عندنا هنبشر كل الصبون يعني بالطريقة دي يعني حوالي كباية من الصبون المبشور بصوا بشرناه كده بالشكل ده هاخد حوالي كباية بالزبط وبعد كده الخطوة المهمة جدا قدامنا خطوتين هنحط هنا كيس اريال او اي مسحوق بتستخدمي الكيس ده بخمسة جنيه وممكن نضيف معلقتين كبار من الكربوناتو ومعلقة من ملح اللمون على الكميات دي او على الخلطة دي هحط عليها كباية كبيرة من المياه المغلية ممكن في المرحلة دي اخليها كده لمدة ساعتين لحد ما تدوب لوحدها او ارفحها على النار لحد ما يدوب لو انا مستعجلة بس يفضل يعني ان احنا نخليها على جنب الصبون المبشور بالمياه المغلية لمدة ساعتين تلاتة كده ونبتدي نحط عليه باقية المكونات انا كنت مستعجلة فحطته على النار لحد ما داب كويس جدا وقلت الزادت بقى تأكيد ان انا كمان هضربه بالهند بلندر علشان كل حبيبات الصبون تتدخل في بعضها قدامنا بقى حاجتين بصوا بقى هنا هيحصل معايا موقف فهتشوفوه في نهاية الفيديو عايزين بقى يبقى القراص الفوارة بتاعتنا لها ريحة مميزة ممكن نحط العود اللي هو المعطر او زيت النعناع او اللفندر اي معطر تحبيه او زيت المسك اي حاجة او زيت الورد اي معطر عندك ممكن تجيبيه من العطار وتحطيه مع علقتين كبار او نبشر قالب مسك انا بقى هنا ضفت كمان ربع كباية من الكلور الكلور او الكلوريكس فغيرلي اللون خالص رجعلي اللون زي ما كان فمحدش يحطي لون يعني مش هيبقى ليه اي لازمة مرضيتش قطع الفيديو فحبيت اوريكو اللي عايزها الوان فانا بقى كنت عايز اعملها بقى لون احمر اغدر ففجعت بعد ما حطيت الكلوريكس اني طبعا الكلوريكس بيأثر فبيشيل اللون وجبت بقى اي علبة عندي وحطيت فيها كمان زيت اللي انا استخدمته استخدمته سواء اللفندر سواء العود المتاح عندي اي معطر تجيبيه من برا ويفضل على الخلطة دي هنضيف معلقتين كبار من البيكين بودر اللي هو الكربوناتو ومعلقتين كمان من ملح اللمون بيزيد كمان حلاوة بقى ونضافة ليل تولدت بتاعنا هنخليها كده من بالليل للصبح تنشف او ندخلها الفريزر تجمد ونقطعها مقعبات ونحطها في علبة بصوا بقى خصوصا بقى لو انت رايحها مصيف ومش عايزة تستعملي الحمام بتاع المصيف لاني بقى فيه استعمالات كتير جدا غيرك فالخلطة دي هتفيدك جدا نضفت البيت حمامات البيت حمامات الضيوف فبصراحة روعة روعة وبتخلي الحمام اشتع بدون دعك ورحته روعة على طول بصوا بقى المقعب ده 24 مقعب بالزبط طلعناهم من وصفتنا شايفين 6 ف 4 ف 24 على طول وما خدوش في ادينا اي وقت ولا اي تكلفة اي مسحوق عندك استخدمي هنعمل هنا بقى حاجة كمان مهمة احنا عايزين بقى الفوران اللي بيبقى في الحمام اللي هو بقى الفوم ده الصابون اللي عملنا مع بعض وفي بعض الناس قالت لأ ما بيرغيش لأ اتفرجوا بقى الرغوة هجيب اي كيس تلاجة بالشكل ده وحط نص كباية من الصابون واقفل الكيس كده واعمل فتحة من فوق علشان اربطه في الكمبريشن او لو مربطوش يعني وبالخلة هخرم بس من فوق مش من تحته من فوق يعني الجزء اللي فوق علشان كل ما اعمل الكمبريشن وتنزل المية ينزل كمان معايا الفوم مع ريحة وتنظيف المقعبات احنا بقى كنا في المصيف فعملتها كمان في حمام المصيف كده في الكمبريشن بالشكل ده علاقيها كده على جنب وقف دي ونبتدي بقى كمان المقعب نرميه في قلب الحمام بتاعنا هيقعد معانا بالاسبوع ولا يجرى له اي حاجة كل ما ينستخدم الكمبريشن هينزل الفوم وينزل ريحة حلوة اي ريحة تفضليها بتحبيها حطيها هننزلها بالشكل ده هتتفرجي بقى اني دايما حمامك نضيف وراحته حلوة بصوا بقى الجمال شوفوا الرغوة مع تامان الريحة بقى لما تستخدموا هتشوفوا الريحة بتاعته روعة جربوها هتعجبكم جدا جدا يا رب تكون كل وصفاتنا بتعجبكم وتنسونيش من الدعاء الدعاء بظهر الغيب بغير القدم القدر وريومكم زي ترجمة نانسي قنقر